شاهدين الكرام العشوائيات كنا نحطها في وين في الجليب صح حطينا اللي بحولي انها تنتقل للسالمية فتلك مصيبتهم تشوفوا التقريب روحيني 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 بندش بيت محمد كلها مخالف شوفون شلون سوى ملاحب داخل ومسوى كل شئ اجر حق منو ما تدري طالعا طالعا هذا كلها مخالفيني هذا البيت هذا الستالمية قطعة 12 كل بيوتها تقريبا 99% من بيوتها في الطريقة هذه بحفظ موضوع قضية سكن العزابية صارت قضية مهمة أتمنى من البلدية تستعجل في إقامة المدن الإسكانية العزابية على أساس خلص من هذه القضية خلص من الجليب والعشويات التي نشوفها في حولي في السالمية وفي المجهرة أتمنى ذلك لكن ملو يسمع أنا والله بعد المرات سأحس أني أحاج نفسي واحد من الأخوة من الإمارات يقول لي والله يا أبو أحمد لو على هالتقارير اللي تحطها يعني تكون ردفع القاسي من المسؤولين لكن عندنا بالكويت يشربون استكانة الشاي والله أخوش تقارير والله أبو أحمد يحطها متازة إزاي سويته شبادرته لحل المشكلة عرفت المشكلة حطيناها وبعدين ولا متى طوفا يتكلم ناصر في كلام في كلام ما في كلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر